أنا ابن محمد الصدر الذي رفض الظلم والمهانة أنا الذي واجه الاحتلال فأذله وأهانه أنا الذي للإصلاح استل سيفه وأظهر سنانه فما أغرتني الدنيا ولا لهست خلف سلطة علية ولا طمعت بسياسة وطية ولا بمال دنيا دنية فما طلبت إلا كشف كل فاسد بغي واسترجاع حق الشعب الأبي فما كنت شرقيا ولا غربيا فضاق بذلك البعض واتخذوه ثخريا فما زادوني إلا إصرارا مليا وسيرا نحو الإصلاح عليا وبالأمس دعونا لينصرون دعونا لينصرون إذ ألحوا علي بالرجوع إلى الانتخابات بعد أن طوينا عنها كشحا ووقعوا بأقلامهم على ذلك واليوم لا يريدون إلا التوافق وقد تراجعوا عن أقوالهم التي كانت لهم دعاية انتخابية بأن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا وإذ تناس الأغلب معاناة الشعب من جراء ما يسمونه بالانسداد السياسي فإنني لن أنسى ولن أتغافل عن ذلك فكل ما أريده هو كرامة الشعب وأمنه ولقمته وصلاحه ومن هنا صار لزاما علي أن لا أشترك معهم ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية فقررت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه انسدادا سياسيا وأسميه الانسداد المفتعل فإن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة زادهم الله شرفا مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وليعصوا لي أمرا فهذان خياران أما المعارضة وأما الانسحاب وعموما ليس بحاجة فالعراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى إذن فليكتب أحبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإعاز لهم في قابل الأيام والله وليه التوفيق وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر